مرحبا اصدقائي كيف كما اكون نعم من قناة نيمو الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن تحديات ديد بول اسبوع الخامس والسادس لنحكي عليهم شوية عن بعض التسريبات حصلت لعينهم ونحكي شوية عن تغيير البتال باس او تغيير الباس اللي هو الخاص فيك انت ونازل بالماب فهذا اقتراح كان ممكن يتغير ممكن لا بالتسريبات هيك ان قال فاذا انت اول مرة عند تشاهد الفيديو ع القناة ياريت تشرك فعال زر الجراس وحط لايك للفيديو اكتوب كومنت حلو لو عجبك الفيديو ولو ما عجبك الفيديو بتقدر تسب عليه وتعمل اللي بتباكيه بس حط لايك خليك يعني حلو حط لايك فيلا مشاهد ممتعة ومع بعض مثل ما بنعرف كل الهاتنا سكن ديد بول نزله تحديات وتحدياته حلوة كتير والسكن هو نفسه حلو كتير والتحديات كانت كتير ايزي والتحديات سهلة منها من التحديات الاول والثاني والثالت والرابع يعني هنا اربع تحديات نزلوا معنا كل الهاتن كانوا سهلين كتير اخر واحد اللي هو التحدي الرابع كان اللي هو الخاص بتابعات الكتانس اللي انت بتروح بتاخدهم من غرفة مايا والتحدي الثاني لهذا الاسبوع الرابع كان هو انك بدك تدميج 10.000 دمج لمباني الاعداء بأي مود كان يعني التحديات كتير ايزي وكتير سهلين بالنسبة لديد بول بس تحديات هلا بهذا التحديث نزل معنا التحديات لأسبوع الخامس والسادس تحديات كمان سهلة كتير وايزي عليكن انا هلا لح احكي لكم عليهم تسريب يعني احكي لكم شوية تفاصيل بسيطة لانه لسه ان شاء الله ليوم الجمعة لحتى يفتحوا انا لح نزلكم فيديو منفصل بيشرح لكم التحدي نفسه هو الخامس او السادس منفصلين لحعملكم لكل اسبوع فيديو منفصل مشان انت لما تدور او تعرف شو هو التحدي بتلاقي فيديو صغير بسيط ايزي عليك انك انت تلاقي وتعرف شو هو التحدي بكل بساطة وبكل سهولة يعني فهلا خلينا نحكي عن الاسبوع الخامس شوي الاسبوع الخامس نزل معنا تسريبه اللي ظاهر امامكم بالصورة يلي هو تحدياته كتير سهلة وكتير بسيطة كتير التحدي الاول من التحديات الاسبوع الخامس الخاصين بديتبول يلي هو بدك تلاقي اللحصان طبعه اللي ظاهر امامكم بالتسريبات ظهر معنا هذا الملفات اللعبة هو عباره عن حصان طبع قوص قزح قريب للسبري او البخاخ طبع التحديات الاسبوع الثاني او الثالث تعريبا اللي معروض امامكم بالصورة قريب كتير لهذا اللحصان يعني ما بعرف شو عاملين هنا ليش هيك عاملين ديتبول كأنه انه هو واحد ما بعرف ليش هيك مع انه هو شخصية شرسة كتير وشخصية قوية جدا بالفيلم واكشن ما بعرف ليش هيك عاملينه يعني فالمهم هو هذا التحدي تبع الاسبوع الخامس اول تحدي منه بدك تلاقي هذا اللحصان هذا اللحصان متوقع وجوده بغرفتين الغرفة الاولى اللي هي مكان الحمام تبع ديتبول بتلاقوه موجود تحت عاليمين او عالي شمال بهاي الغرفة والمكان الثاني اللي هو الخاصة بالعميل القط يلي زار امامكم الفيديو تبعو اللي هو لما تفوت لعنده عالغرفة لما يفتحوا تحدياته ان شاء الله يوم الخميس بتلاقي الغرفة تبعو مفتحته بتفوت على الغرفة تبعو هاي تسريب الفيديو تبعو حكيته انا بالفيديو الماضي حكيت كل شي تسريبات صارت بهذا التحديث فانت من المتوقع كمان تلاقي هذا اللحصان الخاص بتبع ديتبول تلاقيه جوات الغرفة تبع العامل القط بتلاقيه ملحوش هون او هون باي مكان كان انا لحنا تذكركم انه لحنزل فيديو منفصل عن التحدي مشان يكون مزبوط مية بالمية وصح وانتو تعرفوا تساوه بكل وساطة وبكل سهولة والتحدي الثاني تبع الاسبوع الخامس يلي هو عبارة عن انك انك تزور انت اجسور ملون احنا خلينا نحكي عن مبدأ تحديات الديتبول يلي هي عبارة عن انه الاسابيع كل لايات اللح تجي فيها تحديين التحدي بتعمله جوات الجيم وتحدي بتعمله باللوبي او جوات البلوكر يعني او البتال باس يعني مهم ما بتفوت جيم فلحنا خلينا نكون متفقين على هذا الاساس انه التحديات لح تنزل عبارة عن شقين او شغلتين واحد بتعمله بالجيم واحد بتعمله برات الجيم اللي هو بعبارة باللوبي او باللعبة من قبل ما تفوت عليها وتفوت على الجيم يعني فهي هي القصة كتير بسيطة التحدي الثاني تبعه يلي هو عبارة عن انك بدك تزور انت تقريبا ثلاثة جسور موم حموم حدد قديش العدد بس انت تلاتة تقريبا متسريبات بدك تزور ثلاثة اشسور او ثلاثة ممرات يعني كبري بالمصر يا فن يعني عرفتش لون واحد طعمية واحد فلسي قوة معاك فانت بدك تزور ثلاثة جسورة يلي زاهرين امامكم بالصورة لاماكن تبعاتهم بس مو اي جسر يلي هو الجسر اللي ملون ممكن يكون اصفر ممكن يكون احمر ممكن يكون ازرق حسب الجسر شو لونه بدك تزور ثلاثة ملونين متل مزاهر امامك بالصورة اماكنهم وين كلاياتهم كتير ايزي وكتير بسيط بتنزل بكل جيم بتزور واحد او بتروس عليه يعني مو محداد بس المهم هاده هو الجسر شايفين انتوا شتريبا لون هيك بالفيديو عم حطولكم مقاطع صغيرة عن هاده الجسر هاده هو الجسر كتير بسيط وكتير حلو تنزل عليه وخلص هيك انت التحديات بهذا التحدي المفروض يعطوكم اللون او الخاص بالاسلحة يعني اللي هو عبارة عن انه لون للاسلحة والطيارات والقصص هاي متل مزاهر امامكم الفيديو التسريب تبعه هيك لحيكون شكله على كل الاسلحة كل الاسلحة هيك لحيكون شكله عليهم لما انت تحطو يكون حلو لونه احمر وعليه الوش تبع الديتبول او اللوغو تبع الديت ها هي الجلسة تبع الاسبوع الخامس كتير حقلوة كتير بسيطة وهلا خلنا نحكي كمان عن الباس تبع الديتبول متل ما اللحنا شفنا اول ما بلشنا اللعبة فتنا لجوات غرفة ديتبول لعينا اول تحدي من تحديات الاسبوع الاول انك انت تاخد هاي الورقة بهاي الورقة متل مزاهر امامكم مكتوب فيها انه انا السكن السري ولا تحكون مدري شو وهيك يعني وانا بست فريند لعلك وبكون صديقك وهالقص هاي بس هو كاتب ديتبول بهاي الورقة انه هو حابب يغير شكل الباس على هذا اللون الله بده يغيره على هذا اللون الله هو اللون الاحمر الزاهري امامكم بالتسريبات المتوقع انه يصير لون الباس هيك الفترة لما يكون اخر اسبوع او لما يجي وقت انك تفتح налسكين الفترة من فترات اللعبة بهذا السيزون لاح ينزل هيك الباس يتغير لونه يصير لونه احمر wo اسود لانه متل ما بنعرف بالصورة اللي كان رامية الديتبول او الورق اللي كان رامية بقبي الحمام عنده بتلاقيها لما انت تفتحها بتلاقي صورة الباص انه هو راسمه وبده هيك يعمل شكل الباص فهيك ممكن يكون شكل الباص مثل مزاهر امامكم بالصورة كتير حلو اذا تغير يعني بيصير متل بقت ايام الهلوين وايام الكريسماس لما صاروا يغيروا الباص فيه هذا الباص هيك لحيصير شكله تقريبيا هيك المتوقع بالتسريبات ويكون شكله ومكتوب من عليه فورتنايت ويصير هيك لونه احمر كله وعليه ويش تبع اللوغو تبع ديتبول فهي متوقع انه هيك يصير بالتسريبات متل ما حقوا معظم المسربين المشهورين المعروفين وفي معنى كمان احنا تحديات الاسبوع السادس كمان تسربت تحديات الاسبوع السادس بس على حد الان مو معروف منا شو هي البلاك او البيك بلاك ماركر متل مزاهر امامكم بالصورة هدا هو شرح تحديات الاسبوع السادس هذا لسه بده اسبوع تاني ليفتح بس شوف من اين تعم نسرب يعني فانت حط لك بالخمس ثواني مشان تقول الله ينور يا باشا لانه عم بتدرب عالمصري مشان تنزل مقطع احكي فيه مصري فمتل ما شايفين تحديات الاسبوع السادس شلون فتحت وشلون تسربت اللي عم بتسرب منه كتير اشياء لسه في كتير اشياء مسربة ما نزلت عنا انا ففي هذا التسريب تبع الاسبوع السادس يلي هو اول تحدي منه بدك تلاقي البيك بلاك ماركر اللي هي علامة الديدبول السودا اللي كبيرة مو معروفة اي وين بده تصيد لانه لحد الان كتير لسه بعيد التحدي مو معروف بالملفات شو هو هذا البلاك ماركت او بيك بلاك يعني مو معروفة شو هي هي فهي المتوقع تكون كمان موجودة جهوات اللوبي يعني ممكن تلاقيها بغرفة الديدبول ممكن تلاقيها كتير كمان ايزي وسهلة كمان ان شاء الله اليوم الجمعة الجاية لسه في اسبوع لحنزل عليها طبعا واشرح متل ما حكيت فيديو منفصل عن تحديات السكن الديدبول وحكيتكم كل شي تحديات بتصير اول باول اول ما تنزل على اللقبة والتحدي التاني تبع الاسبوع السادس الي زاهر كمان امام كل متل ما بنعرف لحنه انه لما تنزل بواحد من الاقيام بتلاقي على الحيطان في مثل بانر او مثل منشورات يعني معلقة مرسومة عليها شادو او غوست او بتلاقي احيانا صورة ميداس اللي هو الاسكن تيرت مع مية فممكن تتلاقي هذا البانر موجود بكل مكان انت كل عليك انه هو تقريبا دك تعمل ثلاث صور تروح تعمل عليها سبري لانه رح ننزل معنا بالتسريبات تبع التحديث 12.20 صور جديدة لتبعات الديدبول هو مش خبطة عليهم وعمل انه صور هيك متل مضحكة يعني ومغير ميداس وعمل كذا قصة فهدا الشي اللي هو بدل عنه انه بالتحديات تبع الاسبوع السادس انك انت دك تعمل متل حركته وتروح حال الصور اللي هي مو مرسومة عليها طبعا لانه ما نزلت هي بالماب نزلت عن طريق الملفات ما نزلت ولا عملت اي شي بس موجودة بالملفات اللي عبية بالتسريبات انت اللي عليك بالتحدي انك انت بتنزل عالبانر الموجود على الحيطان بالاماكن الجديدة تقريبا وفي امكن بتلاقي منهم باماكن مو جديدة مثل المزرعة اللي هي المزرعة الفلاحين بقول عليه انا ورفقاتي في هذه المنطقة تجد بانر محطوط و تجد بانر محطوط فأنت تذهب و تأخذ سبري اي بخاخ وتعمل و تبخ على هذه الصورة وهيك أنت تكون خلصت التحدي هذا هو التحدي كله من المتوقع أنه يطلبون منك ثلاث صور تتبخ عليها أو تساوي عليها هذه القصة المؤزية أنه مثل ديتبول يعني تلون وتعمل فهي كتير سهل و كتير سهل على التحدي التحدي هذا تبع الاسبوع السادس أو تحديات الاسبوع السادس Pink Toad فقيام سوف تفتح معنا هدية الهدية حى أنه صورة شbachك لا أعلم لماذا قد منك صورة الرائعة هذا색 صيح وهه أفلامه جميع هذه هي الصورة ومن المتوقع انه تنزل قنبلة اللي زارة امامكم تحت عند علبة البيتزا متوقع انه تنزل هاي قنبلة انها كتير تكررت بصور و بأشياء ممكن يرجع ونزلوها قنبلة الديسكو اللي هي بترقص وممكن كمان ينزلوا الـ TNT لانه اي شي بصور الفورتنايت ممكن تلاقي فيها تسريب ممكن تلاحظ فيها شغلة بس هاد الشي انت ما بتعرفه لو كنت ما لك متعمق باللعبة زيادة عن اللزوم فانا متل ما شايفين شايفين تحت في قنبلة تبع الديسكو وفي قنبلة تبع الديناميت يلي هي بتفجر فمن المتوقع انه ترجع هاي القصص للعبة لانه كتير تكررت بصور و شغلات و تسريبات ومن المتوقع انه ترجع ترد للعبة هاي الاشياء اللي زارة امامكم بصورة ديتبول تبع الاسبوع السادس او الجائزة تبع الاسبوع السادس بس هدا هو كل شي عن ديتبول لو انت عجبك المقطع واستفدت بأي معلومة حط لايك للفيديو وكتب كومنت حلو واشترك بالقناة وفعيل زر الجرس وشان يصاروك التحديات كلها ياتا اول باول اول ما ينزل ان شاء الله التحديات كاملين باللعبة فبس شكرا لعلك لو شاهدت المقطع الاخر وبرعايت الله اشتركوا في القناة